إليك بيان آيات الكتاب بتفسير يزيل غشى الضباب تنير الفهم أمثال عضاة وتهدي للحقيقة وصواب كتاب الله نبراس البرايا وغيث النور للروح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين أما بعد فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس بحول الله تعالى نتدارس سورة الفجر وهي سورة مكية آياتها ثلاثون آية افتتحها الله جل وعلا بخمسة أقسام وذكر الله فيها ثلاث أمم من ذوي الكفر والطغيان وهم عاد وثمود وفرعون وقومه كما أشير أيضا في هذه السورة إلى بعض أخلاق الإنسان الجاهل والكافر وذكر الله جل وعلا بعد ذلك بعض أحوال يوم القيامة من دك الأرض ومجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء بين الناس والمجيء بالنار وندم الكافر وذكر الله جل وعلا أيضا فيها مآل النفس مآل النفس المطمئنة وهو الدخول في جملة عباد الله تعالى وأوليائه الصالحين ومن ثم دخول الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها استفتح الله هذه السورة الكريمة بالقسم قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هذه الآيات الكريمة اجتملت على إقسام الله تعالى بخمسة أشياء هي الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وهي أمور عظيمة تدل على عظمة الله جل وعلا لأن الله إذا أقسم بشيء كان إقسامه دليلا على تعظيمه والتنويه به وقوله جل وعلا والفجر أقسم الله تعالى بالفجر الذي هو أول النهار وهو الذي يسمى بالفجر الصادق الذي يدخل به وقت صلاة الفجر وأصل معنى الفجر في اللغة هو الشق الشق سمي بذلك لأنه ينفجر فيه الضوء فيشق الظلام يعني سمي الفجر من هذا الوقت المعروف كأنه ينفجر في هذا الوقت الذي يخرج فيه الضياء فيشق الظلام أقسم الله تعالى بالفجر لأنه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا بعد ظلام شديد الظلمة يأتي الضياء وتشرق الشمس ويختلف حال الكون من الظلمة إلى الإضاءة والإشراق وتعاقب الليل والنهار ذكره الله في مواضع كثيرة من القرآن إلفاتا لأنظار الناس لأن هذا المظهر الكون يتكرر عليهم فيكون مدعاة للغفلة عنه فالله تعالى يذكر به دائما في القرآن ومن ذلك الفجر على وجه الخصوص أقسم الله تعالى به لأنه من المخلوقات العظيمة كما تقدم حيث تعود الأرواح إلى الأجساد بعد النوم لأن النوم هو الموت الصغرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها ومن آياته منامكم بالليل والنهار فالأرواح تعود إلى الأجساد بعد النوم تقوم وتنهض بعد أخذ حظها من الراحة لأن الله جعل الليل سباتاً وجعل الليل سكناً جبلة وفطرة يسكن الناس في هذا الوقت ليستجموا ويستعيدوا قواهم لمزاولة أعمالهم فيما يستقبلون من نهار جديد وذلك أيضاً مذكر بالبعث وبالإحياء بعد الإيماتة يعني كما أن الإنسان إذا نام دخل في الموتها الصغرى وإذا استيقظ كأنه بُعث من جديد وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم بالليل يعني العاقل الذي يأخذ من نومه تذكرة للوفاة الكبرى بالموت كما تعود روحه بعد النوم كذلك تعود روحه وجسده يوم القيامة ليحاسب على عمله وأيضاً من آيات الله العظيمة في الفجر هو انتشار النور شيئاً فشيئاً وخروج الإسفار شيئاً يسيراً حتى يكتمل بشروق الشمس ويصلي الناس بعد ذلك صلاة الفجر يعني انظروا كيف جعل الله تعالى من هذه السنة الكونية صلاةً يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا بصلاة الفجر ولذلك صلاة الفجر خصت من بين الصلوات الخمس أن من صلى الفجر في جماعة المسلمين فهو في ذمة الله أي في عناية الله جل وعلا وفي حفظه وكلاءته ورعاية ولذلك نجد أن الله في مواضع من القرآن أيضاً أقسم بالفجر كما ذكر الفجر تنويهاً به كما أقسم به في هذه الآية فقال في سورة الأنعام فالق الإصباح وأقسم أيضاً به في آيات أخر كما في قوله جل وعلا والصبح إذا تنفس وهذا تشبيه بليغ والصبح إذا تنفس وأيضاً في قوله تعالى في سورة المدثل والصبح إذا أسفر وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه فربنا تعالى أقسم بالفجر والفجري والواه نواه القسم ثم أقسم بعد ذلك بليال عشر وليال عشر أقسم بالليال العشر المعروفة وهي عشر ذي الحجة وعلى ذلك جمهور المفسرين ومن العلماء من يرى أن هذه العشرة هي العشر الأواخر من شهر رمضان وليال عشر وصفت هذه الأيام العشر المعظمة وهي أعظم أيام السنة في نهارها بالليالي العشر والمراد بالليالي الأيام لأن العرب تطلق اليوم وتريد بإطلاق اليوم اليوم والليلة وتطلق الليلة وتريد أيضاً اليوم والليلة معاً لأن هذا هو الأصل في إطلاق كل من اليوم والليلة لأن العرب تحسب الحساب بالأشهر القمرية فالليلة نهارها هو الذي يليها بعد خروج الشمس ورذلك إذا هل هل هلال رمضان ثبت دخول رمضان بليلة رمضان والعكس أيضاً إذا هل هلال شوال خرج رمضان بمغيب الشمس فالليلة أو النهار يتبع الليلة قبله يتبع الليلة التي تكون قبله ولذلك أقسم الله بالليالي العشر لأن نهارها هو المعظم أيضاً نهار الليالي العشر هو المعظم وهي عشر للحجة أعظم أيام السنة وأعظم ما يكون العمل الصالح في تلك الأيام التي جاء فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم الله تعالى بهذه العشر لشرفها وفضلها لأن إقسام الله بالشيء تنويه بعظمته وبشأنه وخصها بالتنكير بقوله وليال وليال ثم وصفت أنها عشر لأنها عظيمة لأن التنكير إذا ذكر الشيء منكراً في اللغة العربية من مقاصد ذلك هو التعظيم تعظيم هذا الذي جاء على هيئة التنكير ولم يعرف لأن هذه الأيام العشر تؤدى فيها مناسك الحج وهو أحد أركان الإسلام ولأن هذه الأيام العشر لأيامها موسم لطاعات لا تكون إلا فيها إذ تضاعف فيها الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وعلى قول بعض أهل العلم أنها العشر الأواخر من ليالي رمضان فإن كانت العشر الأواخر من ليالي رمضان فإن أعظم ليالي السنة من حيث الليل فليالي العشر الأواخر من شهر رمضان وأعظم أيام السنة في نهارها هي عشر ذي الحجة ثم أقسم الله تعالى بقوله والشفع والوتر والشفع والوتر أقسم الله بكل شيء في الوجود وأل في الكلمتين في الشفع والوتر للاستغراق للاستغراق والعموم بمعنى أنه يشمل كل شفع وكل وتر لأن الأشياء إما شفع أي زوج يعني صنفين كما قال الله جل وعلا ومن كل شيء خلقنا زوجين أو وتر أي فرد شيء واحد وهو الشيء المفرد يقال وتر بفتح الواو ويقال وتر بكسر الواو وبكلا اللغتين جاءت القراءة في هذه الآية والشفع والوتر والقراءة الأخرى والشفع والوتر وقيل طبعا يعني الشفع والوتر في هذه الآية يتعلق بالمخلوقات أي من المخلوقات ما هو مفرد ومن المخلوقات ما هو زوج أي له شيء وله ضده كما قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين هذا القول الأول والقول الثاني أن الشفع هي المخلوقات برمتها على عمومها وشمولها والوتر هو الله سبحانه وتعالى لأنه هو الواحد الأحد وعلى هذا التفسير يكون الوتر أو الوتر اسم من أسماء الله جل وعلا إذا كان المراد بالوتر أو الوتر هو الله سبحانه وتعالى فإلهكم إله واحد إن إلهكم لواحد فالله جل وعلا واحد لا شريك له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم أقسم الله تعالى بعد ذلك بقوله والليل إذا يسر أقسم بالليل مقيدا بسريانه أقسم بالليل مقيدا بسريانه كما قال سبحانه والليل إذا يغشى والليل إذ أدبر والليل إذا سجى يعني أقسم الله تعالى بالليل إذا ذهب سائرا في الظلام حتى ينقضي والليل إذ أدبر والليل إذا يغشى والليل إذا سجى أي غطى الكون بظلامه والتقييد يعني تقييد القسم بالليل وقت سريانه وهو سيره حتى ينقضي لأن غشيان الليل ثم انقشاع الظلمة وظهور الصبح دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والليل وقت للراحة كما أن النهار وقت للمعاش والكد والعمل والكدح وقوله تعالى يسر بحذف الياء وصلا ووقفا لأن أصلها يسري والليل إذا يسري من السريان فحذفت الياء وصلا ووقفا يعني سواء وصلت الآية بما بعدها أو وقفت عليه تقول والليل إذا يسر لموافقة الرؤوس الآي من سورة الفجر وجواب القسم يعني لما أقسم الله بهذه الأشياء الخمسة دائما خذها قاعدة أن الله إذا أقسم بشيء لا بد لهذا القسم من جواب وجواب القسم إما أن يكون مذكورا أو ملحوظا إما أن يكون مذكورا في الكلام أو يكون محذوفا يعرف بالفهم من سياق الآيات وجواب القسم هو ما يفهمه السامع أو القارئ من القسم بتلك الأشياء الخمسة من عظمتها لدلالتها على التوحيد وبديع صنع الله سبحانه وتعالى وعظيم إتقانه في خلقه جل وعلا وحكمته ورحمته حيث هيأ للناس من الأشياء والمخلوقات الكونية التي تنتظم عليها حياتهم يعني تخيل لو أنه ما فيه ليل أو ليل لا فجر فيه يعني ليل سرمد أو نهار سرمد كيف تكون حياة الناس تكون مضطربة فهذه الأشياء الكونية جعلها الله لمصلحات الإنسان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل شيء مسخر لهذا الإنسان ليقوم بوظيفته في عبودية الله سبحانه وتعالى فجواب القسم هو ما يفهم من هذه الأقسام الخمسة من دلالتها على توحيد الله وعلى قدرته وعلى بديع صنعته في مخلوقاته ولهذا قال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بمعنى أليس في هذا القسم العظيم مقنع لذي حجر أي لذي عقل لأن الحجر هو العقل الذي يحجر الإنسان عما يضره والعقل الذي يعقله عما يسوءه والاستفهام هنا للتقرير ولتفخيم المقسم به وبعد ذلك يعني لما ذكر الله جل وعلا بعضا من مخلوقات طبعا جواب القسم كما ذهب بعض أهل العلم أنه مقدر محذوف كما يفيده أو تفيده هذه الأشياء الخمسة التي أقسم الله بها يعني دلالة على التوحيد ودلالة على انفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية وبأسمائه وصفاته وبعض أهل العلم يرى أن جواب القسم مذكور في هذه الآيات وهو قوله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد بعضهم يرى أن جواب القسم هو ما ذكره الله تعالى في هذه الآية والمحذوف إذا حذف يقدر حسب الفهم إما أن يعرف من سياق الآيات وإما أن يقدر يعني يقدر تقديرا فهما من سياق الآيات أو يجتهد بعض أهل العلم ويلتمس هذا الجواب من خلال الآيات طبعا حسب الاجتهاد قد يكون جواب القسم ظاهرا كما تقدم معنا في سورة البلد وقد يكون فيه شيء من الخفاء يعني إما أن يكون محذوفا فيحتاج إلى إعمال النظر بالفهم في سياق الآيات لاستنتاجه ومعرفته وإما أن يكون مذكورا ولما ذكر الله جل وعلا بعضا من مخلوقاته التي أقسم بها أتبع ذلك بالتذكير بما فعله سبحانه وتعالى من النكال والعذاب بمن كذب برسله وتمرد على طاعة الله جل وعلا وتنكب عن الصراط المستقيم ولم يعبد الله وحده لا شريك له ذكر الله ثلاثة أمم بحول الله تعالى نأتي إلى ذكرها من قول الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد في الآيات التي إن شاء الله ستأتي في الحلقة القادمة وأستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد تنير الفهم أمثال عظات وتهدي للحقيقة والصواب كتاب الله نبراس البرايا وغيت النور للروح يا بابي يا بابي يا بابي يا بابي شكرا